السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا شباب في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أخضر الصلاة والسلام هنبتدي دلوقتي نتكلم على الأكيوت كروناري سندروم ويمكن احنا شرحنا قلنا إيه الأكيوت كروناري سندروم لو أنت متذكر الأكيوت كروناري سندروم ده مريض بيستشعر الألم مرة واحدة زي الأنستيبول أنجينا وزي كونديشن اسمها النونستيمي وزي كونديشن كان اسمها اللستيمي وكان إيه هما الفرق بين التلاتة لو أنت متذكر قلنا الأنستيبول أنجينا بيبقى فيها بليتلت أجريجيشن النونستيمي بيبقى فيها بليتلت أجريجيشن طبعا وفيها زيادة إيه الزيادة إن بيبقى فيه ثرومبوس بس هذه الثرومبوس بتبقى سب اندو كارديا يعني موجودة في مكان معين لوكالايزت أما فيه اللستيمي خلاص بيحصل إيه بيحصل بليتلت أجريجيشن وبيحصل ثرومبوس وهذه الثرومبوس بتبقى ترانسميورال كيه يا جماعة يبقى هو ده الفرق الجوهري بين التلاتة تعالى نشوف إحنا عايزين ندرس إيه النهاردة عايزين ندرس الأكيوت كورونري سندروم هي سندروم بتحصل مجموعة من الساينز والسيمتوم بتحصل نتيجة نقص البلاد فلو ساكندري عشاء ساكندري يعني نتيجة اوكلوسف حصل انسداد أو بارشلي اوكلوجين أو انسداد جزئي في الشرايين التاجية وقلنا ممكن يبقى فيه ثرومبوس الثرومبوس دي تلاقيها في الاستيمي أو النون استيمي قلنا مين اللي بيبقى هنا فيه بليتلت اجريجيشن بس وطبعا فيه برولانجد سيفير تشيست بين هيبقى فيه تشيست بين أكتر من ربع ساعة وهنا المريض بيجيله بين طبعا مش بالإفرد هو ليه زين يجوى الإفرد يعني ممكن نقول بين أتريست اوكي بين أتريست وممكن لقدر الله يتطور الاستيمي أو النون استيمي هو بيتميز ان فيه بارشل اوكلوجين نتيجة بليتلت اجريجيشن ولكن مفيش انجري ما حصلش انجري فعضلة القلب حتى هذه اللحظة لحمد لله هو فيه بليتلت اجريجيشن بس مجرد ان فيه بليتلت اجريجيشن بس يبقى هذا النوع ما فيهش ST elevation مش بيحصل elevation في الACG وهذا النوع ما فيهش انجري يعني ما حصلش انجري لعضلة القلب وهذا النوع أغلب الدكاترة يقولك حتى لما بنيجي نعمل تحليل لكاردياك انزايمز بنلاقي ان الكاردياك انزايمز نورمال اللي هي ايه الكاردياك انزايمز يا ابراهيم اللي هي بيسموها CK اللي هو كرياتين كاينيز MB ويهي انزايم تاني اللي هو انزيمات القلب دي بيسموها انزيمات القلب اللي هو سيرام ترجونين دول هنا بيبقوا كمان نورمل يعني ما فيهش كارثة او قصة كبيرة في الانستيبل انجينا وما تنساش ان دي بتبقى نتيجة بلتلت اجريجيش دي مين اللي بتبقى نتيجة بلتلت اجريجيش يا جماعة طيب يبقى هذا الكلام كلنا عارفينه وفاهمينه للغاية فيه كونديشن أخرى اسمها النونستيمي والنونستيمي دي شبه الانستيبل انجينا ولكن في حالة سيفير وهنا بتتكون جلطة فيه ثرومبوس ثرومبوس دي بتعمل انسيدات جزئي وبيحصل مايوكارديا الانجري هنا فيه انجري يا جماعة خلاص بيحصل فين هذه الجلطة قلنا ساب اندوكارديا يعني ايه ساب اندوكارديا يعني في مكان جزئي وهنا لما بنيجي نعمل التحاليل بتاعتنا هتلاقي دايما فيه النونستيمي فيه ثرومبوس هنا فيه ثرومبوس كله قلناه قبل كده الحمد لله والثرومبوس دي ساب اندوكارديا ثالي في بداية المحاضرة خالص عملنا التأسيمة دي ساب اندوكارديا اكي والمرض هنا فيه انجري فيه انجري حصل تدمير لعضلة القلب وفي الاغلب هنا حتلاقي elevated cardiac enzymes الكاردياك انزايمز هنا بتبقى عالية الى حد كبير اللي هم مين الكاردياك انزايمز اللي هو ال CKMB والسيروم السيروم تروبونين يبقى دي كلها نقط حنشوفها في هذا المريض لكن لو انت فاكر انا قلتلك ال ECG بتاعه هيبقى عامل ازاي في الاغلب ال ECG بتاعه هيبقى normal مفيش ST elevation الحمد لله مفيش ST elevation يا جماع طيب لو جينا بصينا للنوع اللي وراه اللي هو اللي استيمي هنا بيحصل ايه في اللي استيمي قالك هنا بيبقى severe exo creating بين يعني بين شديد جدا بيستمر اكتر من 60 دقيقة ولا يستجيب للأورال ولا sublingual nitro glycerine life threatening MI ده قاتل وcharacterized by thrombus الثرombus دي فين قلناها رافو علي قلناها transmural transmural يعني موجودة بشكل كبير جدا تحت عضلة القلب بتعمل complete inclusion لكن sub endocardial بتبقى موجودة هنا الجلطة لكن هنا transmural بتبقى موجودة يعني تحت شوية قوي وبتعمل انسداد كبير جدا اللي استيمي بيتميز دايما ان l-e-c-g بتاعه لما تيه تعمل l-e-c-g في اللي استيمي تلاقي في st elevation لقي في st elevation يا جماعة وده دليل على انجري عنيف جدا لعضلة القلب حصل انجري بشكل لا تتخيلوا هنا ان ال-estemi ده life-threathing condition ده بيموت بيعمل cardogenic shock عضلة القلب تقف او بيعمل ventricular fibrillation ليحصل arrhythmia وممكن المريض يموت ممكن يحصل كمان سكتات دماغية نتيجة lift ventricular thrombus embolization ان الجلطة تحركت وراحت يعني للدماغ وعملت سكتة دماغية تخيل ممكن كمان يحصل lift ventricular dysfunction ويعيش المريض بheart failure يعني هو المريض لو عايش بheart failure كده ربنا نجاه كده ربنا نجاه لانها مميتة ممكن توقف عضلة القلب خالص cardogenic shock او تعمل ventricular fibrillation arrhythmia عنيفة في ventric قاتلة تعمل سكتات دماغية تعمل سكتات دماغية نتيجة ان الجلطة اتحركت وممكن كمان يحصل heart failure اللي هو lift ventricular dysfunction عشان كده لابد ان انت تعالج الموضوع بسرعة شديدة للغاية في الناس اللي عندها acute coronary syndrome اول ما نعرف ان جالهم acute coronary syndrome على طول بنعمل ايه بنكلم عربية الاسعاف واحد بين شديد بيصرخ at rest والبين مطول عن ربع ساعة يبقى ده مش chronic stable angina على طول نكلم عربية الاسعاف وفي الاغلب هيدوله ايه اول ما يوصل للمستشفى بيدوله مونة وبييدوله beta block يبقى مين اللي هيده مونة مين مونة بيده المورفين وده فيديته ان هو analgesic بيدوله IV بيدى analgesic effect وعنده كمان vasodilator effect يبقى المورفين analgesic وvasodilator وvasodilator اللي هي الارترز فبيقلل الافتاللوت وبييدو اكسجن يدو اكسجن لو كان المريض الاكسجن جوه دمه اقل من 90% ويدو nitroglycerine بيدو nitroglycerine sublingual ثلاث حبيات بين كل حباية والتانية point بين كل حباية والتانية خمس دقائق بنيدي nitroglycerine جرعة point four ميلي جرام ودي قلناها nitroglycerine IV ممكن ندي IV كمان لو المريض ما استريحش به sublingual IV infusion بيستخدم في خلال اول 48 ساعة وما يستخدمش لما يبقى الضغط واطي الblood pressure اقل من 90 وما يستخدمش لو heart rate اقل من 50 او اكتر من 100 يبقى بنيدي nitroglycerine point four ميلي جرام بين كل حباية والتانية ثلاث ثلاث حبايات بنيدي كل حباية نستنى عليها دي خمس دقائق وممكن ندي IV nitroglycerine يبقى ده مهم جد مهم جد ندي nitroglycerine IV ومهم ان انت ما تدوش في ضربات اقلب اقل من 50 او ضربات قلب اكتر من 100 والضغط ما يبقاش اقل من 90 والضغط اقل من 90 يبقى contraindicated nitroglycerine طب وبندي ايه كمان ندي الاسبرين كانتي بليتلت وندي الاسبرين ده mortality reducing سرب الاسبرين الجميل وممكن ندي اسيطايل سليسيلك اسد اللي هو الاسبرين يعني يا اما انت تقرقشه يا اما يكون non enteric يعني مش محطوط عليه enteric code بحيث ان هو يفتح بسرعة في الاستمك ويددي تأثيره وبندي جرعة حوالي 325 ميلي جرام في اول 24 ساعة وند بيتا بلوكر oral او IV بيدو بيتا بلوكر oral او IV كل 4 الى 6 ساعات في خلال جميلة اللي لقوه يبقى اول ما انت هتروح المستشفى يقولولك اهلا وسهلا بيك ايها الصديق هيدولك ايه هيدولك مونة وبييتا بلوكر وبعدين يبتدوا بقى يتكرروا ممكن يعملوا ايه ممكن يعملوا condition اسمه percutaneous coronary intervention اللي هما بيسموه ايه يا جماعة ده اللي هما بيسموه الاسطرة يركبوا دعامة يبقى ممكن انه هما في البركيوتانيا scrummer intervention ده يركبوا دعامة ويركبوا شبكة الشبكة دي بفضل الله ترجع له هاي اللي استنت دي اللي استنت دي الدعامة الدعامة دي بتبقى مفتوحة من جميع الجوانب فتسمح بمرور الدم بشكل كبير جدا 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 الدعامة دي بيبقى معها بلونة تدخل الدعامة مع البلونة ثم تتفتح وتثبت فيه الشريان ثم تطلع البلونة بعد كت يعني هما مين اللي بيدوا الدعامة مع البلونة صوري في اللفظ البلونة بتبقى فاضية من الهواء فتنفخ البلونة البلونة تتنفخ فالدعامة تتنفخ فتثبت فيه الشريان التاجي ثم تفضي البلونة وتطلح المهم عشان تعمل الدعامة والدعامة تجيب نتيجة لازم تعملها فأول تسعين دقيقة من أول ما يخش من أول ما يخش باب المستشفى تسعين دقيقة إلى مية وعشرين دقيقة خلاص تسعين دقيقة إلى مية وعشرين دقيقة وعلميا البي سي آي ده رائع بيعمل يعني بيفتح الشريان التاجي ويرجعه تاني زي ما كان بنسبة توصل لتسعين في المية يعني بيرجعه تاني زي الفول ترجع بيرجع الانفتاح بتاع الشريان التاجي بنسبة تسعين في المية يبقى هو ريستوري كروني بلاد فلور ريليف السيمتوم بريفينت الميجور أدفيرس كارديك إفنت بنعمله إمتى لما يكون فيه واحد أو أكتر من الشريان التاجية واحدة أو أكتر وان أور مور كريتيكال كروني ريستينوزيس مزدودين بأكتر من سبعين في المية خلاص طب وبيعرفوا الكلام ده إزاي بيعملوا الأول حاجة اسمها الأنجيو جرافي يعملوا حاجة الأول اسمها أسطرة تشخيصية يدخلوا برضو بالأسطرة ويدخلوا بإكس ري وصبغة ويشوفوا الشريان التاجية كام واحد مزدود لو لقوا واحد أو أكتر مزدود بنسبة سبعين في المية يقولك لأ معلش احنا هنعملوا أسطرة علاجية ونركب الدعامة الدعامة زي ما قلتلك بتجيب نتيجة وترجعك تاني تسعين في المية منفتح كشريان تاجي بس تتتعمل في خلال من تسعين إلى مية وعشرين دقيقة جماعة فأنا بتكلم على البركيوتانيا سكوراني انترفينش لازم وانت بتذاكر تبقى عارف انت بتعملها امتى لو فيه انسداد في واحد او مور من الكريتيكال كوراني أرتري فيه استينوزس سبعين في المية ويتعمل في خلال تسعين دقيقة إلى مية وعشرين دقيقة ومهم جدا انه هو بيرجع لك الشريان التاجي تاني بنسبة كام حوالي تسعين في المية بي سي آي ده رائع بي سي آي ده رائع يا جماعة بفضل الله يعني خلاص طيب لو البي سي آي ماينفعش ان يتعامل لوحة متأخر الوقت من الدور للنيدل من الدور للنيدل يعني عدى التسعين او المية وعشرين دقيقة فبيدوا في الحالات اللي زي دي حاجة اسمها فايبرينوليتك يبقى ممكن يدوا للمريض فايبرينوليتك لو البي سي آي ماينفعش المستشفى غير مجهزة للبي سي آي مفيش دكتور شاطر يعمل بي سي آي فتعمل الفايبرينوليتك الفايبرينوليتك ده بنعمله ده مزيبات للجلد لو البي سي آي كان مضضا في خلال ساعتين الفايبرينوليتك شوت بي ادمينسترد في خلال 30 دقيقة يعني تكرر وكرر بسرعة فايبرينوليتك يتاخد في خلال 30 دقيقة شوت بي ادمينسترد ويصدور تونيدل من الباب لغاية النيدل بتاعت الفايبرينوليتك 30 دقيقة كي المرتاليتي بنيفتس وفايبرينوليتك هايست يعني الفايبرينوليتك ده بيموت ليه لانه هو بيعمل نزيف فمش كل الناس تديها الفايبرينوليتك يعني الفايبرينوليتك ده لا يستخدم بأي شكل من الأشكال في حالات آآ النامستيم خلاص يعني الفايبرينوليتك ده مش حلو خالص لانه هو لا يستخدم في بعض الحالات مثلا زي النونستيمي ما تديش الفايبرينوليتك لأن الفايبرينوليتك ده ممكن يموت ويعمل severe bleeding والفايبرينوليتك اللي بيستخدم مزيبات الجلطة اللي هما الالتي بليز ريتلي بليز تينكتي بليز دولي مشهورين جدا هما تلاتة دولي بس الستريبتو كاينيز غير مفضل في الاستخدام فدول الفايبرينوليتك دول الالتي بليز الريتلي بليز التينكتي بليز خلاص ماشي يا جماعة وممكن كمان ندي انتيكواجلانت ندي انتيكواجلانت حاجات مضادة للتجلط زي الامفركشنيتد هبارين او ندي اي في صابكيوتينيا سميل الانوكسابرين ده هبارين بس يعني بنسميه ايه بقى بنسميه هبارين لوميوكلارويد يعني ايه لوميوكلارويد حجمه صغير ده شبه الهبارين بالزبط وممكن ناخد حاجة اسمها الفوندابريناكس ده برضو مضاد للتجلط كل ده هناخده في محاضرة التجلط وده بيتاخد مع الناس اللي بتعمل بي سي اي افتر بيبقى بديورينج البي سي اي ممكن ناخده اسناء البي سي اي او افتر الادمينيستريشن فيبرينوليتك فور اتليست تمانية واربعين ساعة ممكن يعني نديه بعد الفيبرينوليتك بـ 48 ساعة ونستمر عليه المدة 8 تيام يبقى بنتدي الـ anti-coagulant ده بيتاخد أثناء الـ BCI وممكن يتاخد after-fibrinolytic بـ 48 ساعة وتستمر عليه المدة 8 تيام دول الـ anti-coagulant وممكن ندي anti-blitlets بيدوا هنا anti-blitlets بيدوا aspirin وإحنا قلنا أن الـ aspirin بيوقف COX-1 ويوقف ثرومبوكزانز بيتاخد بجرعة 325 ميلي جرام وبعد كده تمشي على 75 أو 150 لو الـ patient بيعمل BCI الـ aspirin بفضل الله بيقلل thrombotic occlusion inpatient receiving fibrinolytic برضو بيدوا aspirin ولون الـ aspirin بيقلل المورتاليتي الـ الكلوبيدو جريل بيرضو بنده في جرعات البداية 300-600 وبعد كده بنكمل على 75 وفيه أدوية anti-blitlets أخرى اسمها إيه الـ anti-blitlets الأخرى اسمها glycoprotein 2B3A blocker زي دي أدوية anti-blitlets ما تخافش هناخدها بالتفصيل اسمها الـ ab6c map والإبتي في بطايد والتيروفيبان ودي أدوية anti-blitlets برضو بتستخدم في الناس اللي بتعمل BCI should not be administered للناس اللي مش هتعمل BCI يعني ده بيتعاملوا بس أو بيتاخدوا مع الناس اللي بتعمل BCI اللي هو البركيوتينيس coronary intervention دي مهمة جدا فيه كمان option تاني إن احنا ممكن نعمل حاجة اسمها الـ cabbage ايه الـ cabbage ده اللي هي عمليات القلب المفتوح نعمل عملية بقى ونحاول إن احنا نعمل وصلة جديدة وممر جديد لمرور الدم حوالين عضلة القلب بيعملوا coronary artery bypass graft ودي بيسموها عمليات الـ bypass اللي هي عمليات القلب المفتوح واعرف إمتى نعملها نعملها لما يكون ميلي العمليات دي نعملها إمتى لما يكون في 3 or more 3 or more من الشرايين التاجية مزدودة بنسبة 70% 3 or more يبقى دي مهمة 3 or more من الشرايين التاجية مزدودين بنسبة 70% نعمل الكابتش يبقى الكابتش يتعمل إمتى لو فيه 3 or more مزدودين أوكي اللي هي عمليات القلب المفتوح اللي هي بيسموها coronary artery bypass graft ودي فايدتها إنها برضو بتقلل المورتاليتي من الـ ischemic heart disease اللي هي عمليات آآ القلب المفتوح يبقى مهمة قوي إن انت تبقى مرتب في أفكارك يعني يعني إيه مرتب طبعا الخريطة دي جميلة في علاج الكرونيك ستيبل أنجينا هزين نعمل خريطة أخرى ليه علاج الأكيوت كروني ريساندر مريض آآ أعمال يسرخ آآ أترست على طول هنكلم عربية الإسعاف على طول هنكلم عربية الإسعاف هيعملوله إيه ملي يا شباب عربية الإسعاف هيدولوا فيها القاتي هيدولوا فيها أو أول ما يروح المستشفى بلاش عربية الإسعاف هيدوها مونة وهيدو آي في بيتا بلوكر يبقى مونة آي في بيتا بلوكر ده أول ما تخش على باب المستشفى مورفين أكسجن نايترو جليسرين أسبرين وآي في بيتا بلوكر كل أربع إلى ست ساعات أورال أو آي في أوكي أوكي طيب بعد كده بيبتدي الطبيب بقى بيبتدي الطبيب يعمل تحليله ويشوف ده أرنستيمون أنجينا ولا ستيمي ولا نون ستيمي يعني لازم الطبيب يشوف ويشوف عن طريق الأي سي جي وعن طريق الكارديك انزيمز يعمل رأس مقلب ويعمل كارديك انزيمز يبقى الطبيب حيعمل الأي شي أي سي جي وكارديك انزيمز فبيفكر في كم حاجة حيفكر في ثلاث حاجات حيفكر الطبيب في ثلاث حاجات تعامل وكأنك طبيب خلاص حيفكر في إيه يا إما بي سي آي يا إما فايبرينو ليتكس يا إما كابتش ماشا شباب طيب أنا رأيي إن ضايق من الحاجات الجنيلة هي البي سي آي الأسطرة والأسطرة دي زي ما اتفقنا إنها تتعامل في خلال من تسعين إلى مائة وعشرين دي من دخولك الدور إلى البلون أو إن أنت تبتدي تعمل عملية تركيب الدعام فلازم تبقى المستشفى مجهزة والبي سي آي بفضل الله بيرجع لك الشرياني التاجي زي ما كان بنسبة تسعين في المائة إمتى نعمل بي سي آي لو عندي وان ورمون وان ورمون وان ورمون كرولاري أرد مزدود بنسبة سبعين في المائة مزدود بنسبة إيه سبعين في المائة أو أكتر خلاص ويتعامل في خلال من تسعين إلى مائة وعشرين دي ماشا دا كاترة دا البي سي آي طيب البي سي آي مش عارفين نعمل فحنضطر إن إحنا نعمل فيبرينوليتك شفت أنا قلت إيه حنضطر لإن الفيبرينوليتك بتزود المورتاليتي بتعمل طيب مين هما الفيبرينوليتك اللي حيتاخده لازم تبقى عارف اللي هما الالتي ها بليز والتنكتي بليز والريتلي بليز يبقى هما بينتهوا بكلمة بليز التي بليز تنكتي بليز ريتلي بليز طيب ما بنستخدمش لأن الستريبتو كينيز لأن الستريبتو كينيز الحالات البسيطة اللي هي زي النونستيمي هي كونترا إندكيتت في النونستيمي موش محتاج إن أنا نديك فيبرينوليتك يعني فهي كونترا إندكيتت في النونستيمي أو النونستيمي يعني بيستخدموها بس في اللエستيمي مش هده كترة طيب ممكن الدكتور أيضا يفكر في الدكتور إمتى يفكر في عمليات القلب المفتوح لو فيه ثلاثة ارمور ثلاثة ارمور من الشرايين التاجية مسدودة بنسبة 70% ثلاثة أرمون خلاص إبقى دي أفكار لابد وإنت بتذاكر تبقى حطيتها في بالك هذا لا يمنع إن أنا برضو كطبيب ممكن إن أنا أدي أنتي كواجلانت أنا أخدها وممكن كمان أنا كطبيب أدي حاجة اسمها مع الأدوية دي ومع الحاجات دي أدي حاجة اسمها الأنتي بليتلت أوكي اللي هم مين الأنتي بليتلت اللي هو حاجة زي الأسبرين جرعاته إعرفالي 625 في البداية بعد كده 75 أو الكولوبيدو جريل جرعاته إعرفالي في الأول 300-600 وبعد كده بمشي على 75 وممكن حاجة جديدة بقى اسمها جلايكوبروتين 2B2B3A بلوك هو اسمه كده العيلة دي اللي هي حناخدها اللي هي الأبيسيكسيماب التيروفيبان اللي ابتي في باطايت خلاص الأبيسيكسيماب تيروفيبان ابتي في باطايت كي يا جماعة وده بيتاخد بس لما انت تعمل بي سي آي تتاخد بس لما انت تعمل بي سي آي بيركيوتينيوس كرير انتروفينشن تاخد الجلايكوبروتين 2B3A بلوكر اللي هما اسموهم ايه اللي اسموهم تيروفيبان تيروفيبان أو ال ابتي في باطايت أو لابي سيكسيماب ماشا ده كاترة يبقى دي كلها حاجات مهمة وانت بتذكر تبقى انت عارف قول بحمد الله وبفضل الله خفيت حقود في العناية شوية واطلع يعني ناجيت فهعمل ايه بقى يعني انا دلوقتي خفيت هروح البيت اشانا خفيت ايه بقى هروح البيت اخد ايه بقى في البيت ايه بقى يفضل ان انت تمشي على اس انهيبتور يفضل ان انت تمشي على وطبعا تقلل طبعا تجتلك اما اي ابل كتر تقلل ال LDL اقل من 70 ميلي جرام بير دي سيليتر فدي نقطة كويسة 70 ميلي جرام بير دي سيليتر يبقى اخد بيتا بلوكر اخد اس انهيبتور اخد استاتينز كلسة متشان البلوكر ملهاش داعي ممكن الفيراباميل كلسة متشان البلوكر ملهاش داعي ممكن الفيراباميل لو انا مش قادر اخد بيتا بلوكر فانا عملت عليها اكس طيب اللونج اكتنج نايتريت اللونج اكتنج نايتريت اللي هو الحاجات الاورال او الحاجات السابلينجول اللونج اكتنج نايتريت ونايتريت ليس لها داعي ليس لها داعي وما لقوش ان ليها فايت اللونج اكتنج نايتريت ملاش داعي وممكن ياخد شورت اكتنج في جيبه ياخد حاجة شورت اكتنج في جيبه اللي هي إيه سبلينجول أو سبري وقت الحاجة يبقى تكلسة من شان بلوكا ما لاش داعي واللونج أكتنج أورجانيك نايتريت ليس لها داعي ممكن ياخد إيه كمان دي جديدة بقى ياخد حاجة اسمها ألدوستيرون أنتاجونيست ألدوستيرون أنتاجونيست حاجة زي الاسبايرون والاكتون ده لقوا إنه مفيد جدا وبرضو بيحسن الحالة بشكل كبير اسمه الاسبايرون والاكتون إذن يعني لازم أبقى عارف إيه هي الأدوية اللي حروح بيها وقبل ما انسى برضو إحنا قلنا آه يعني إحنا قلنا حناخد بيتا بلوكر حناخد اس انهيبتور ناخد اس انهيبتور أو اير بيس ده لقى الاسبايرون والاكتون حناخده أوكي طبعا 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 لازم أخد انتي بليتلد سربي وهنا يفضل تاخد دابت دول انتي بليتلد سربي مين بقى الدابت ده الدابت ده اللي هو اسبرين مع كلوبيدو جريل يعني مش اور انت روحت آه خد الاتنين مع بعض الاسبرين مع كلوبيدو جريل كلوبيدو جريل فأغلب الكتب يقول له خده ست شهور سنة والاسبرين كمل عليه حياتك فاللونج تورم مهمة بياخد دول انتي بليتلد سربي بياخد تسعة اتناشر شهر الاخيوت كروني ري سندر بياخد اسبرين والاسبرين ده بيكمل عليه طوال الحياة كلوبيدو جريل ده ممكن ست شهور تسعة شهور سنة البيتا بلوكر مهمة بتقلل الرزق ان يحصل مايوكاردان انفاركشن تاني الاس انهيبتور مهم بيقلل المورتاليتي وبيقلل كمان الانفاركشن الالدوستيرون انتاجونست كويسين بيقللوا المورتاليتي زي الاسبرونولاكتون او الابرينون بيتاخدوا بعد اسبوعين من الامة اي خلاص في الناس اللي بتاخد اس انهيبتور ويتاخدوا كمان للناس اللي عندهم ايجيكشن فراكشن اقل من اربعين ايجيكشن فراكشن كفاءة عضلة القلب اقل من اربعين ودي هنتكلم عليه في الهارتفيلين ناخد ستاتنس ناخد ستاتنس هاي انتنستي ستاتن قوي في خلال اربع وعشرين ساعة ناخده خلاص والتارجت جول ان انت توصل لل LDL70 دي الرشدة اللي انت حتطلع بيها قول بيشنت ياخده سابلينجوال سابلينجوال تخليف جيبك خلاص لكن اللونج اكتنج ليس له معنى اللونج اكتنج ليس له معنى كالسامة شانل بلوكر مالوش لازم الدلتيازيم والفيراباميل ممكن يستخدم لو البيتا بلوكر ما نفعش واللونج اكتنج نايتريت لأ طب البيين كونترول لو فيه عندك قلم بلاش تاخد الادوية دي لان الادوية دي بتزود من حدوث الجلطات اللي هي ايه اللي هي النانسترويدال انتي انفلاماتري دراجس دي بتزود من حدوث الجلطات فبلاش طبعا اكسبت الاسبرين يعني النانسترويدال بلاش النانسترويدال بتانكريز الرسك للميجور ادفيرس كارديوباستلر حتى السيليكتف كوكس تو برضو بلاش الادوية اللي بتوقف كوكس تو بس اللي هي زي السيليكوكسيب برضو بلاش لانها ممكن تؤدي الى بلتلت اجريجيش طب حتيجي تقوله يعني انا اخد ايه يعني انا ما اخدش مسكنات اللي هو النانسترويد وما اخدش السيليكتف كوكس تو اللي هو زي السيليكوكسيب ها زي السيليكوكسيب برضو ما اتخدش وما الممكن اخد ايه احفظ بقى اخد دول دول ما بيعملوش جلطات الاسيتامينوفين ترامادول او الناركاتيكس الناركاتيكس ده اللي هو من عيلة الابيويدز دي مهم يبقى المسكنات اللي انا ممكن اخدها هي الباراستامول او الترامادول او الناركاتيكس ماشي هي دي الى حد ما كويسة وفيه كمان بعض الكتب بتقول واحد من النانسترويدل لو انه هو مش هيضر عضلة القلب اسمه النابروكسين برضو اكتبه لكم ليه معلوماتكم يعني النابروكسين برضو ده بيقولوا عليه كويس مش بيضر عضلة القلب النابروكسين ماشي يا ده كاترة يبقى دي كلها نقط واحنا بنذاكر نبقى حطينها في بلنا بشكل كويس جدا وتبقى عارف مين هي الادوية اللي ممكن ان احنا نستخدمها في الالم ومين هي الادوية اللي ما نستخدمهاش في حالة الالم ترجمة نانسي قنقر